السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد خيال في درس جديد من دروس برنامج كاعدة بلستيريتور سي سي 2017 للمبتدئين اليوم نتحدث عن الارتبورد الارتبورد باختصار ان نفتح اكثر من تصميم في ملف واحد يعني لو هدينا مشروع مقاين لشركة مقاينة ومطلوب منها ان نصمي بلها لتر هيد وظرف ولوجو وبيزنس كارت نقدر نعمل كل التصميم دي في دوكومنت واحدة في ملف واحد غير ما كنا نعملها في الفتشوب كنا نعمل لكل تصميم ملف واحدة لا دلوقتي نقدر نجمع كل الكلام ده في ملف واحد وهتفيدنا اكثر طبعا لو نشتغل الكتيب صغير او بروشور متقوم من 4 صفحات او 8 صفحات بدل ما نعمل كل صفحة في ملف واحدة دلوقتي نقدر نعمل الكتيب كله في ملف واحد بس طيب ازاي ننشي الارتبورد وازاي نتحكم فيها هنفتح الارتبورد زي ما احنا شايفين بالشكل ده هنروح لقائمة فايل بعدين نيو او اختصارها زي ما تعودنا كنترول ون هنا عندنا الارتبورد اللي افتراضية واحدة عندنا واحدة ارتبورد فا احنا دلوقتي نعمل الكتيب صفحات ونعمل الكتيب صفحات وظرف فمحتاجين دلوقتي اربعة ارتبورد تمام؟ عشان نتحكم اكثر في الارتبورد خلينا ندخل هنا على مور سيتنج عشان نشوف اعدادتها بالضبط طبعا هنا عندنا بيقول لي كم عدد الارتبورد اللي انت عايز تدخلها في الملف الواحد طبعا هنا دلوقتي الطبيعي بيكون ارتبورد واحدة احنا زي ما اتفعنا نخليهم اربعة ارتبورد بالمناسبة طبعا ندخل حد مئة ارتبورد في الملف الواحد طيب لو تلاحظوا هنا اول ما زودنا عن رقم واحد ظهرت بدأت تظهر الاعدادات دي او تنشط طريقة ترتيب الارتبورد في الملف هتبقى كيف انت محتاجها بأي شكل احنا يكذل من الجزء اليمن هنا لدينا المسافة ما بين كل الارتبورد والتانية وهذه سوف نفتحها بالتفصيل هنا لدينا عدد الاعمدة يعني انا بقول له اعمل لي اربع ارتبورد رصهم لي على عمودين حيث تزود بتزود حسب ما انت عايز هنا لدينا الاسيز بتاعنا نختار ونخليه اي فور زي ما احنا وبعدين من اقول له create document يفتح لي الملف بالشكل ده ودي الاعدادات اللي احنا اخترناها دلوقتي من بره هو دلوقتي رصري اربعة ارتبورد على عمودين دي ارتبورد واحدة اتنين ثلاثة ودير رابعة الارتبورد شوية قريبة من موضوع الصفحات زي الاندزاين بس فيه اختلاف شوية يعني فيه ناس بتربطهم زي بعض او تقولوا انهم نفس الفكرة لا هم مختلفين موضوع الصفحات في الاندزاين يعني له طريقة تانية وموصفات وعددات تانية بس هي الشبه يعني قريبة منه المهم من بعد ما بنفتح بالشكل ده جاب لنا الارتبورد بتاعتنا اذا نتحكم فيها عندما نتحكم في الارتبورد في حاجتين داخل البرنامج اولا من document setup هنا بنضغط عليها بعدين edit artboard يبتدي تحكم معنا في كل الارتبورد كما احنا 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 الحاجة التانية ولو انا بفضلها وهي ادى مهم جدا الارتبورد التول واختصارها shift و او لو ضغطنا عليها بيحدد للارتبورد دي اقدر طبعا اتنقل ما بينهم زي ما انا عايز من مجرد بالضغط بالموز على الارتبورد اللي انا عايزها لو عايز دي اضغط عليها دي اضغط عليها بالشكل ده طيب ازاي بعرف ان انا عامل select او وقف على الارتبورد لو تلاحظ انا وقف عليها في قطوة رفيعة متقطعة دي معناها ان انا عامل select على الارتبورد دي يعني اي امر هاعمله هيتنفذ على الارتبورد دي فقط لغير ملوش دعب الباقي طيب اول مبافع عليها بيظهر لي هنا control panel هنا بيختلف عن الاعدادات الاخرى اللي هي موجودة عندنا دي اعدادات خاصة بالارتبورد بس. طيب خلينا نشرحها بسرعة ونشوف ايه هي بالضبط هنا اول مواضع الارتبورد بيجيب لي هنا البرستاتس بتاعتي وهي الاعدادات المسبقة او المآسات المسبقة داخل البرنامج هنا المآس بتاعي E4 المجموعة المآسات اللي فوق دي خاصة بمآسات الورق والطباعة المآسات اللي تعدي دي خاصة بموضوع الفيديو المؤسسات التي تحتها خاصة بالدفايس والموبايل والتابلت والمؤسسات التي تحت خالص دي خاصة بموضوع الويب تمام احنا طبعا دلوقتي نشتغل طبعا فنجعله افور زي ما قلنا لان انا نعمل لترهيد ووزن سكارت و امفلوب لشركة معي طيب بعد ما يضغط كده اقدر كمان نتحكم ان انا هنا بيقول لي ان هي بورتري او لاند اسكيب يعني الارت بورد بتاعتي دي بالطول ولا بالعرض طبعا دلوقتي بالطول اعيزها بالعرض مجرد ما تضغط عليها قلب لك الارت بورد بتاعك بالعرض بالشكل ده طيب بالمناسبة لو عايز احرك الارت بورد بمتاز سهولة وانت غائف عليها بالموز بتحركها كده فوق تحت شمال يمين حسب ما انت عايز تقدر كمان تمسحها وتعمل لها دليت احنا دلوقتي كنا مختارين اربعة طبعا اعزينهم دلوقتي ثلاثة مجرد ما تعمل سلك الارت بورد انت عايزها تضغط دليت من الكيبورد خلاص تمسحها مع اجبا عندك بس ثلاثة ارت بورد عندنا كمان الايكونة التانية عندنا اللي هي نيو ارت بورد لو ضغطنا عليها اول ما نضغط عليها لو تلاحظ هو بيعمل لي نيو ارت بورد كده افتراضية بتبعها موجودة شكلها معايا في الموز اي ما احنا شايفين مجرد ما بسيب ايدي في المكان اللي انا عايزه بتنزل معي ارت بورد جديدة طيب لو تلاحظ اول ما ضغطنا عليها جاب لي ارت بورد بالشكل ده طب هو جاب المقاسات والاعدادات دي منين جابها من الاخر ب ارت بورد انا واقف عليها اوكي يعني لو ارت بورد بتاعتنا دي كان معاسها مختلف نشوف ازاي لو انا عايز اصاقر دي مثلا نقدر من هنا اصاقر الارت بورد اتحكم في الصيز بتاعها اكبرها اصغرها بالطول او بالعرض حسب ما احنا عايزين اضغطنا على نيو جاب لي اعدادات اللي هتنشئ جديدة معي الارت بورد الجديدة بنفس الاعدادات العديمة اللي انا قد طائف عليها بالشكل ده طبعا هنا عندنا زرارة دليت لو عايز تعمل دليت الارت بورد زي ما قلنا من هنا او من الكيبورد بيمسح لك الارت بورد كده احنا بقى عندنا ارت بورد واحدة في الملف طبعا عن ضريق الهند هنا بالمصطرة من الكيبورد قد طبعا اتحكم ان انا تحرك بس للرؤية ليس بتحرك الارت بورد طبعا كده عندنا الارت بورد دي اللي موجودة عندنا الواحدة اللي في الملف دلوقتي هنا عندنا كمان اسم الارت بورد كمان اسم الارت بورد يعني لو افترضنا ان احنا زي ما قلنا عايزين نعمل ان ده تبقى اللي ترهيد بتاع الشركة نقدر نكتب اللي ترهيد الاسم الارت بورد ده خاص بالترتيب داخل الملف ليس اكثر يعني لو جيت عملت سيف او جيت عملت برينت او جيت عملت اكس بورد مش هيتطلع لي الاسم ده اطلاقا الاسم ده فقط عشان انت لو عندك اكثر من الارت بورد مجرد ما تقف عليها بيقولك ان دي اسمها لترهيد لكن ما بيظهرش في اي حاجة لو جيت طبعت او جيت صدرت طيب هنفترض ان احنا ده اللي ترهيد بتاعنا وعايزين نعمل فيه اي تصميم او تصميم اللي ترهيد زي ما قلنا انا هنزل اللوجو بتاعنا الارت بورد هنفترض ان ده اللي ترهيد بتاعنا اوكي عشان بس انا بنزل اي شكل عشان بقى فيه تصميم داخل الارت بورد ونوف نتكلم في الاعداد الجاية انا كمان امر مهم جدا وادا مهمة وهي الادا دي اسمها موف اند كوبي ارت وورك وز ارت بورد يعني ايه الكلام ده يعني بيقولنا ان احنا نقدر نحرك او نعمل كوبي للارت بورد بالارت بورك اللي عليها يعني بالتصميم اللي عليها طيب تعالوا نشوف ازاي يعني لو حركنا الارت بورد بالشكل ده خدنا منها كوبي اسف لو ضغطنا على alt في الكيبورد خدنا منها كوبي هنلاقيها خطة كوبي بالتصميم اللي على الارت بورد يعني لو عندك اي تصميم او اي حاجة موجودة الارت بورد هياخد منها كوبي بالتصميم اللي عليها لو عايز ياخد كوبي بدون ما ياخد التصميم بتشيل بتعلم بتشيل السيلكت على العداد دي لو جينا نجربنا دلوقتي نضغط alt ونسحب نلاقي عمل كوبي للارت بورد بس بدون التصميم اللي عليها فالعداد يوم ما جدا منفع لو عندنا تصميم وعايزين ناخد منه كوبي نضغط كوبي عن طريق alt وبنسحب وينشئ لي ارت بورد جديدة طيب خلاص دلوقتي احنا عملنا الهاتر هد زي ما عملنا زي ما جربنا هنعمل دلوقتي احنا نعمل البزنس كارت نضغط كوبي مجرد ما نصل على الارت بورد هنا ممكن في اي مكان تقف فيه في اي مكان فاضي وييدك بالماوس تنشئ اهو ارت بورد جديدة بس طبعا الارت بورد اللي احنا نحددها بالمعاز بالضبط يعني هدلوقتي عملناها يدوي فمش عارف معازها هي بقى ايه انا عايز معاز البزنس كارت اللي هو تسعة في خمسة او تسعة في خمسة ونص بعد ما بنعلم عليها كده ننشئ الارت بورد منيجي هنا عندنا ده العرض وده اللي ارتفاعها طبعا ما نخليه تسعة في خمسة انتر بالوقت يعمل لنا تسعة في خمسة ارت بورد جديدة ناخد منها اتقلت ونسحب لتحت نسي قد يدينا على المعاز نفس المعاز طبعا القديم نفس اخر معاز عشان ده يبقى وش البزنس كارت وده اهرس بزنس كارت خلينا هنا انا كنت عامل وش قبل كده للكارت سمام كنت محضر ده قبل كده عشان الوقت انا قد هنحطه هنا كده نعمل باست كوفي وباست وبدأ عندنا الوش والظهر بتاع البزنس كارت اريدين كمان نعمل انفلوب نفس الموضوع نعمل select وتبتدي تنشئ الارت بورد جديدة او ممكن نعمل باستخدام نعمل باستخدام الارت بورد نعمل باستخدام نعمل باستخدام باستخدام نعمل او نعمل نعمل باستخدام ونقفع الارت بورد نقفع الارت بورد نعمل باستخدام نعمل نقوم بفترض أعطいます هو الرحل أنتفاجون الرحلة الذين سبقين وبنقدر هذه الرحلة سنقوم بذلك طيب احنا ليه سمينا الارت بورد بالشكل ده ما هو الموضوع عندنا كويسه ومعروف الكلام ده عشان لو جيد تصدر ستصدر كل ملف كل ارت بورد الوحده يبقى ملف الوحده صورة جي بجي الوحده فيتصدره لك عشان تبقى معارف اسمه ايه او لو جيد تبعدت الملف ده للمطبع او لديته الحد اي شخصة يفتح على الستريتور ويبقى في مجال الارت بورد يعرف ايه اللي انشغال فيه او الموضوع عليها عارف انديلتره يقف هنا عارف ان ده ويش البيزنس كارت ده انفلوب بدلا ما يبقى عارف ايه ده هل ده لوحة هل ده استيكار ما عندهش فكرة ايه ده فده ببساطة موضوع تسمية الارت بورد سهري جدا يفيدنا كمان في موضوع التصديل الارت بورد يعني لو جيدنا دلوقتي عملنا اكس بورد اختار الديسك توب هنا ونخلي مثلا دي بي بص واركزه معي في الحتة دي دلوقتي احنا نعمل الارت بورد للملف ده تمام هنعمل اكس بورد بالشكل ده الاعدادة دي هنتكلم فيها فيما بعد بس نعمل له اوكي دلوقتي نرى على الديسك توب نحن سيفنا على الديسك توب نبص الملف ما يفتح فتح بالشكل ده طبعا الحياة داخلك كلها في بعض على اليتر هد مع الكروت مع الانفلوب كله داخل في بعضه وما فيش اي حاجة مفهومة فعشان كده ما نيجي نصدر للمساح ده ما نيجي نعمل اكس بورد لأي ارت بورد خلي بالك من امر مهم جدا وانت بتعمل اكس بورد علم على يوس ارت بورد هل علي صدر كل الارت بورد الملف او ام تدخل ارت بورد معينة لو عايز تختار ارت بورد معينة يصدر من واحد الاربعة وعايز تختار ارت بورد معينة يكون واحد الاثنين هو سيصدر من واحد الاثنين ثم اقتر مرة أمور 1 و 2 هذا أستطيع بوضعه و 3 لكن لم يكون المفترض ايضا و 3 ثم مرتفط قم و 4 وهذا هو سيصدر 1 و 2 و 3 فقط لا يستطيع بوضعه معنا ثم نضع لنقوم بوضعه نفس الموضوع نطلع على الديسكتوب لحظة هنا الموضوع اختلف عن الاول هنا طلع لي كل حاجة الواحدية دي لترهيد انطيدل طبعا اسم الملف اللي انا سجلته هنا كارتفيس هنا الباك هنا الانفلوب كل ملف بقى الواحده مبنيه اه كل ملف طالع الواحد غير الاول كان كل الارتبورد في ملف واحد اختصر موضوع الاكس وورد وموضوع التسمية تابعوني في الدرس الجاي عشان هنتكلم اكثر عن الارت وورد السلام عليكم ونحمد الله وبركاته